علاقات اقتصادية وتجارية لم تتوقف يوماً ما رغم التوترات التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية على مدار سنوات مضت إلا أن التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة تواصل واستمر وازداد في عام 2022 فمصر تعتبر الشريك الأول إفريقياً لتركيا من الناحية الاقتصادية واليوم سيتم بناء على جدول الزيارة عدد من الخطوات والعلى على رأسها اللقاء الثنائي المشترك ما بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من هنا من القاهرة تجري مباحثات اليوم بين دولتين كبريين مصر وتركيا لهم ثقل سياسي وتاريخ عريق على كافة المستويات عندما تجتمعان يكون للمنطقة شأن آخر ولعدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة شأن آخر فالجميع يتوقع أن تكون هناك انفراجة لعدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة عقب توثيق وتوطيد ورفع المستوى التمثيل الدبلوماسي ما بين مصر وتركيا ما بين القاهرة وأنقرة